مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا كيفكم شو أخباركم اليوم شلونكم إن شاء الله بخير بفكر أنتو متحمسين وعلى نار لتعرفوا شو صار بالحلقة الأخيرة من قصة The Destiny Story اليوم بهالحلقة رح خبركم شو سويت أنا وفلافيتا لحتى نطلع من مدينة لفيف بس قبل ما نبلش بدي خبركم إنه أنا كتبت هاي الحلقة بالعربي وكمان حطيت الكلمات الإنجليزية بموقع Patreon فإذا بدكم تعرفوا وتقرأوا الترانسكيبت مع الكلمات الجديدة وتسمعوا لها وتفهموا كل شيء روحوا على صفحة Patreon واشتركوا ودعموني ودعموا مشروعي التعليمي إذا كنت تريد أن ترى الترانسكيبت من هذا الفيديو في مدينة لقد أتركوا الترانسكيبت مع الترانسكيبات الإنجليزية والكلمات في مدينة شكراً لكم جداً لكل الناس الذين في مدينة مدينة شكراً كتير الحل المجنون فمثل ما قلت لكم بالحلقة الماضية أنه الروحة من مدينة لفيف على بولندا كتير معقد مشان ما في باسات ما في تكاسي والطريق كتير معجوء ومعبة ومليان بالسيارات فكرت وفكرت وفكرت وآخر شي قررت أنه ما عندي غير حل واحد هذا الحل شوي مجنون ومش منطقي بس والله ما كان فيني شوف غير هذا الحل الحل هو يا حبيباتي كان إنه نمشي من مدينة لفيف لبولندا هذا هو كان الحل يلي طلع براسي والحل الوحيد بصراحة فتحت خريطة جوجل وشفت المسافة بين لفيف وبولندا وكان تقريباً تسع ساعات مشي على الأقل لحتى وصل على الحدود البولندية توكلت على الله أخدت شنتيتين معي شنتة حطيتها على ظهري والتانية جريتها معي بإيدي اليمين وحملت فلافيتا على إيدي اليسار وبلشت رحلة ابن بطوطة بلشت أنا وفلافيتا نمشي ونمشي ونمشي وفجأة بالطريق شافتنا سيارة السيارة وقفت قدامنا بالسيارة كان في رجال ومرأة الرجال سألني باللغة الأوكرانية وين رايحين؟ قلت له على الحدود البولندية قل لي انت مجنون الطريق كتير طويل وصعب والجو بارد كتير قلت له بصراحة ما عندي حال تاني ما كان فيني نلاقي سيارة أو باس أو قطار فقررت أمشي قل لي اطلع ونحن بنوصلك على مكان قريب شوي من الحدود البولندية يعني طريق مختصر قلت له شكرا كتير وكتر خيرك والله طلعنا أنا وفلافيتا معهم وأخدوني بطريق تاني طريق سري هذا الطريق كان بين الغابات وكان معبّة بالجور ومكسر والسيارة كانت عم تهز كتير فينا هلأ فهمت ليش ما في غيرنا بهالطريق سئنا هيك لشي نص ساعة لحتى وصلنا لآخر الطريق وين السيارة مش ممكن تمشي يعني الطريق مزدود الرجال قال لي شوف رح نزلك هون مشان ما فينا نكمل متل ما نك شايف الطريق مزدود هون ولازم تمشي بشكل مستقيم لشي خمس ساعات وبعدين رح توصل على الحدود البولندية شكرت الرجال ومرته على المعروف يلي عملوا معي ومع فلافيتا عن جد الشعب الأوكراني شعب أصيل ومحترم وكريم كملت الطريق مع فلافيتا ومشينا كتير واسترحنا كل ساعة يا حرام بالطريق كانت فلافيتا كتير بردانة وبنفس الوقت كانت متوترة وما عم تعرف شو عم يصير الجو بلش وبلشت التلج على حزنة وهيك لحتى وصلنا على الحدود أخيرا هونيك عرفت إنه أنا بأمان على الحدود كان فيه أوكرانيين كتير يلي بدهم يعبروا الحدود مثلنا كان فيه زحمة وعجقة كتير من الناس جايين مع أغراضهم وكلابهم وقطتهم يعني الوضع كان قايم قاعد بنفس الوقت كان فيه تلج وهوى بارد أنا متت من البرد بصراحة فلافيتا يا حرام بلشت تبكي وصارت مريضة وكمان صار فيه التهاب انفكشن بعينة يا حرام واحد من أصعب اللحظات بحياتي عن جد على كل حال بعد ثلاث ساعات قدرنا نعبر الحدود تقريبا الساعة كانت ثلاثة بعد نص الليل بصراحة أول شي كنت عم فكر فيه هو كيف لازم نلاقي مكان نضل فيه وننام أنا وفلافيتا بعد ما قطعنا الحدود كان فيه باصات خاصة يلي عم تستنى الأوكرانيين لتأخذن على ملاجئ فرحت على واحد من الباصات أنا وفلافيتا وطلعنا بالباص وأخذنا هذا الباص على ملجأ قريب من الحدود البولندية هناك كان فيه ناس كتير وكان فيه غرف كبيرة معباية بالناس بس بصراحة أنا كنت كتير الآن على فلافيتا مشان هي مريضة ولازم الدكتور يشوفها فجأة شاب وبنت بيجوا لعننا الشاب اسمه مارتن والبنت اسمه مونيكا وسألوني إذا بدنا مساعدة قلتلون أيوة بدي مساعدة أنا لازمني لاقي غرفة لإلي وكمان لازم فلافيتا تروح على الدكتور مارتن قال لي لا تاكل هم أنا ممكن ساعدك عندي سيارة وبعرف كتير أماكن ببولندا قلتلون شكرا كتير طلعنا بالسيارة ورحنا على مدينة كراكو الطريق أخذ تقريبا شي أربع ساعات لحتى وصلنا على هالمدينة مارتن لقال لي غرفة صغيرة بهوستل قلتلو لمارتن إذا ممكن تضل فلافيتا هالليلة وياخدها معه على بيته وبكرة ياخدها على الدكتور قال لي ما في مشكلة وهيك أنا ضليت لحالي بالهوستل وبصراحة ما نمت بالغرفة مشان كان في ناس كتير نايمين وعم يشخروا وريحة الإجرابات كانت كتير قوية كمان فقررت إنه نام على الصوفاية يلي بالصالون وهيك هذا كان أول يوم لإلي ببولندا الشيء المهم لإلي إنه فلافيتا كانت بمكان آمن باليوم الثاني اتصل فيني مارتن وقال لي إنه هو أخذ فلافيتا عالدكتور وفحصها كان عنده التهاب بعينه والدكتور عطاها دوا وإبرة مشان الطيب وقلت له لمارتن إذا ممكن تضل عندك لإسبوع لحتى أنا لاقي مكان ضل فيه ببولندا قال لي أيوة ما في مشكلة فلافيتا ممكن تضل مع إمي بالريف بعد أسبوع أنا انتقلت لبيت جديد بمدينة كراكو بس للأسف صاحب البيت يلي استعجرت البيت منه ما بده حيوانات بالبيت قلت لمارتن القصة وقال لي إنه إمي بتحب كتير فلافيتا وممكن تسكن معها وإمتى ما بدك ممكن تجي وتشوفها وتزورها والله فكرة حلوة وهيك متل ما شايفين أنا ضلت ببولندا وفلافيتا كمان ضلت ببولندا بس بمكانين مختلفين هي كانت ساكني مع عائلة بولندية جديدة وأنا كنت ساكن لحالي ببولندا موسيقى